نعم أهلا بك ولم بكافة مشاهدي قناة العربية نتواجد في حي بريمان وهو الحي الذي يضم محطة توزيع المواد البترولية هنا التابعة لمنشأة أرامكو والتي تظهر أمامكم على الكاميرا وهي المحطة الخاصة بتوزيع الوقود البنزيمين بأنواع 92 و95 وكذلك الديزل وأيضا وقود الطائرات إذا تعرضت هذه المحطة التابعة لمنشأة أرامكو اليوم في تمام الساعة الخامسة والعشرين دقيقة لعمل عيداء وتشير المؤشرات الأولية الاستهدافة وما أنها من قبل أملياشية الحوثية المدعومة من إيران نتحدث على انفجار اثنين من الخزانات وهي من ضمن 13 خزان تابع لهذه المنشأة التي تعمل على توزيع البنزيم والوقود والديزل وكذلك الطائرات إلى منطقة جدة وأيضا منطقة الباحة بشكل عام جاري التعامل مع هذا الحريق من قبل الجهات المعني تحدث على أكثر من 15 فرقة دفاع مدني وأيضا آليات الدفاع المدني الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز وكذلك عدد من الجهات الحكومية المشاركة في محاولة اطفاء هذا الحريق الذي نشب أثر مقذوف تم اطلاق اليوم في تمام الساعة الخامسة والعشرين دقيقة أيضا نذكر أن هذا الحريق تسبب بسحابة دخانية كبيرة أثر سرعة الرياح اليوم تتصل إلى 27 كيلو متر في الساعة سرعتها مما أثر على وصول هذا الدخان إلى عدد كبير من أحياء جدة حتى هذه الساعة تعمل أفرقة دفاع المدني والجهات الأمنية للتعامل مع هذا الحريق من المتوقع أنه خلال الساعات القادمة يتم التحكم والسيطرة بشكل كلي لهذه الحريقة أيضا نتحدث على استهدافات عدة شهدات هذه المحطة لتوزيع المنتجات البترولية كالبنزيم والديزل لمحطات جدة وهي ليست مصفاة لنوضح للناس بل هي محطة توزيع الاستهداف الأول كان في 23 نوفمبر في 2020 والثاني كان قبل أيام في 20 مارس وهالي يوم هو ثالث استهداف لهذه المحطة لتوزيع المنتجات البترولية بشكل عام تحدثنا الأمحة عام عن هذه المحطة تضوم قرابة 13 خزان لتوزيع الزيت والديزل والبنزيم ومقود الطائرات تبلغ طاقته التخزينية الإجمالية قرابة 5 مليون برميل ويمكن توزيع أكثر من 120 ألف برميل يوميا في جدة ومكة المكرمة ومنطقة الباحة بشكل عام الصورة هنا يقع هذه المحطة بالقرب من أحياء سكنية مثل حي المروة وحي إبريمان وحي السامر بشكل عام الحياة تسير بشكل طبيعي كما ننتظر الصورة أمامكم الخط السريع مليء بالمركبات للتحرك بكل أرياحية لسكان مدينة جدة في ظل التعامل مع هذا الحريق أيضا استمرار عمليات قطار الحرمي الذي يقع بجانب هذه المحطة وكذلك استمرار الفعاليات بشكل عام في جدة والحياة الطبيعية تعمل الجهات الأمنية والجهات المختصة بعمليات تحكم بهذه الحريقة الناشبة اليوم إثر مقذوف فاليوم نتحدث على خزانين مهمة جدا تعرضت لهذا المقذوف لكن الحياة تسير بشكل طبيعي جدا تم التحكم بالنسبة كبيرة جدا في هذا الحريق لكن مما ساعد في تطاير هذا الدخان ووصول هذا الدخان لأحياء كبيرة من جدة وبسبب سرعة الرياح تتصل إلى 27 كيلو في الساعة أيضا نتحدث على هناك حملات مشتركة من قبل وحدات الدفاع المدني هنا في جدة ومكة المكرمة وكذلك الخاصة بجامعة المكاد العزي وأيضا وحدات أرامكو التي تساهم بشكل كبير في عمليات الإطفاء خلال الساعات الماضية ولذلك زال عمليات مستمرة بشكل كبير في هذه المحطة ليس هناك أي خسائر بشرية أو إصابات بحسب بيان التحالف الذي أشار أن هذه السدافات التي تشير كمؤشرات أولية لاستهدافة من قبل مليشة الحوثية الرهبية المدعومة من إيراني نظر نتحدث على أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض هذه المحطة الخاصة بتوزيع المواد البترولية كالزيت والبنزيم والديزل لهذه المحطة أيضا سرعة الرياح ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الموقع أيضا نتحدث بشكل عام أن الحياة تصير بشكل طبيعي في الأحياء السكنية الواقعة بالقرب هذه المحطة وليس هناك إشكاليات كبيرة تمسها للسكان نظر للتحرك بشكل عام أيضا هذه الاستهدفات لتسهدف المملكة فحسب أنها تسهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم وبالتالي التأثير سوف يأتي سلبا في الاقتصاد العالمي خاصة هذه الظروف بارقة الحساسية التي يشهدها العالم وتشهدها أسواق الطاقة العالمية خلال هذه الفترة أيضا تشدد المملكة على أن يقفوا ضد هذه الاعتداءات وتصدي لجميع الهجمات التي تشهدها المملكة خلال اليومين الماضي سلطان يسمعني أن أشير إلى بعض العواجل المتعلقة بهذا الموضوع بالذات سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن تقول بأن الحوثيون يستهدفون منشآت الطاقة بمسيارات وصواريخ إيرانية الصنع والحوثيون يواصلون مهاجمة المدنيين والبنية التحتية وأيضا من ضمن ردود الفعل على الهجوم الحوثي على جدة الخارجية الأمريكية للعربية تقول بأن هجوم الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية مرفوض ومدان وأيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على انتضام مصر مع المملكة بالتصدي لمحاولات النيلي من استقرارها إذن يعني كل ردود الفعل تدين ما حصل اليوم بهذه المنطقة بالذات سلطان نحن نتحدث عن ساعات قبل السيطرة على هذا الحريق هل يمكن أن ننتقل بالصورة لنرى أكثر الصورة عن قرب للوضع هناك وراءك بهذا الحريق نريد أن ننوه أنه من عام 2018 بدأت الاستهدافات الحوثية للمنشآت النفطية في السعودية تحدثنا عن إبقيق ومؤخرا ينبع ومحطة توزيع جدا كل هذه الاستهدافات التي تأتي من قبل الميليشيات الحوثية المدعوة من إيران لاستهداف المنشآت الحيوية النفطية التي لا تستهدف الاقتصاد المملكة فقط لوحدها بل العالم أجمع ندع المصورة أن يأخذ الصورة أقرب للهيب النار كما تشاهدون أيضا نشاهد نسمع ونانات السيارات الخاصة بعمليات الإطفاء التي تقوم بالمساندة بشكل عاجل وفوري على مدار الساعة للسيطرة على هذا الحريق الذي وقع في تمام الساعة الخامسة والعشرين اليوم الإدانات الدولية والمحلية والخليجية والعربية تدين هذه الاستهدافات نتحدث على اعتراضات إذ قامت قوة السعودية باعتراضات عديدة خلال اليومين الماضية ومن ضمن المنشآت النفطية في ينبع خلال اليومين الماضية استهداف لشركات الغاز في ينبع كل هذه الاستهدافات هي استهدافات حيوية ومهمة جدا في السعودية من قبل أمليشيات الحوثية كانت بمسيارات أو حتى بمقضفات صاروخية تحديدا نشاهد الآن حجم هذا اللهب وحجم النيران الصادرة والخارجة من محطة التوزيع هنا في جدة لا تزال على مدار الساعة قوات أو الجهات المعنية بعمليات الإطفاء من الدفاع المدني وحتى القوات المساندة من جامعة الملكة عبد العزيز ووحدات اطفال أرامكو وغيرها من قطاعات الحكومة التي تملك أليات متطورة للتعامل مع مثل هذه الحرائق في هذه المنشآت النفطية بشكل عام هناك الدعم حتى من خارج مدينة جدا للسيطرة عليه باعتقادي بحسب ما قال المختصون هنا في الموقع أنه خلال الساعة القادمة سوف يتم السيطرة بشكل كلي على هذه الخزانين التي تعرضت لهذا المقضوف من قبل أمليشيات الحوثية بشكل عام قوات الدعم والمساندة تعمل على مدار الساعة تحدثنا عن أكثر من 15 فرقة إطفاء وأيضا عشرات فرقة إطفاء المساندة لهذا الموقع من المتوقع أنه خلال الساعة القادمة سوف يتم التعامل بشكل كبير مع هذا الحادث أيضا مما ساعة في انتشار اللهب والأدخنة هي سرعة الرياح بكل تأكيد أيضا التعامل مع مثل هذه الحوادث يحتاج إلى آليات متطورة ورجال مختصين في التعامل مع مثل هذه الحراق والسعودية أو المملكة تملك هذه الآليات المتطورة للتعامل مع مثل هذه الحراق لا سيما أنه ليس أول حريقة أو أول استهداف يتم استهداف السعودية سلطان لو سمحت هل يمكن أن نفصل أكثر المنطقة التي تتواجد فيه هذه المحطة أهمية السعى النفطية للخزانات الموجودة هناك والأهمية الحيوية طبعا بالمنطقة ولإمدادات النفط ولو سمحت أن نبقي الصورة مع المصور نعم نتحدث على أكثر من 13 خزان يقع في محطة توزيع المواد البترولية هنا في أرامكو ويتقع بجانب أحياء السكنية مثل حي بريمان وحي السامر وحي المروة بشكل عام ويتقع بالقرب من الخط السريع وخط الحرمين الخط الرئيس الذي يربط جدا شمالا وجنوب نتحدثنا بشكل عاما هذه المحطة نتحدث على قرابة 13 خزان تستخدم توزيع الزيت والديزل وبنزيمة وقود الطائرات تبلغ طاقته التخزينية الإجمالية قرابة 5 مليون برميل ويمكنها طبعا توزيع أكثر من 120 ألف برميل يوميا في محافظة جدة ومراكز التابعة لها وكذلك مكة المكرمة وأيضا منطقة الباحة ويتعتبر هذه المحطة محطة رئيسية لتوزيع الزيت والديزل والبنزيم وكذلك وقود الطائرات أيضا نشير أنه علم أن مطار الملك عبد الدولي بجدة لازال يعمل بشكل طبيعي رغم الاستهداف الذي يقع بالقرب من علا نوليك تعامل كبير من قبل الجهات الأمنية نشاهد حجم القطاعات الأمنية والدوريات بشكل كبير جدا متواجد تنظيم حركة السير ووصول كذلك المركبات الخاصة بعمليات الإطفاء الخاصة بوحدات أرامكو وحتى القادمة من خارج جدا لمساندة الفرق الأخرى في عمليات الإطفاء هناك عملية السير الطبيعية في خط الحرمين والسكان بشكل عام حضرنا قبل ساعات من الآن يمرسون حياتهم بشكل طبيعي جدا أيضا حساسية هذا المكان يقع بالقرب من منطقة سكانية وهي حي إبريمان لكن بحسب ما أفادونا السكان هنا في حي إبريمان أفادوا أنه تم سمع صوت سقوط هذا المقذوف وكذلك الدخان الذي انتشر بشكل كبير نظرا لسرعة الرياح تصل إلى 27 كيلو في الساعة مما ساهم في انتشر الدخان والسنة النار بشكل عام في هذه المنطقة لكن بشكل عام يمرسون حياتهم بشكل طبيعي نظرا لوجود كافة القطاعات للتعامل مع هذا الحادث الذي يعتبر في منطقة حساسة ولسيما أنه الزيت والبنزيم وهذه المواد البترولية تساعد في إشعال النار بشكل كبير غير عن الحوادث الأخرى لكن السعودية تملك الخبرة الكبيرة في التعامل مع هذه الحوادث الحوادث من آليات وإمكانيات بشرية وطاقات أخرى للتعامل مع هذه الحوادث الكبيرة جدا كما ترصد الكاميرا أمامكم الآن لا تزال ألسنة النار والدخان تنتشر في سماء جدا ولكن أؤكد لكم أن التعامل جارب بشكل دقيق جدا وبكامل الطاقة الاستيعابية لكافة الوحدات الخاصة بآليات الدفاع المدني وغيرها من الآليات المتعلقة بعمليات إطفاء الحريقة في السعودية أيضا تحدثنا بشكل عام هناك تنظيم مروري كبير جدا في طريق الحرمين وكذلك انتشار كبير لكافة قطاع الفرق الدفاع المدني والقطاع الدوريات الأمنية في الأحياء المجاورة لعدم السماح للاقتراب من أي إن كان مواطنين أو حتى مقيمين لاقتراب من هذه المحطة للتعامل معها بكل أريحية من قبل الجهات المعني أيضا نؤكد من جديد أنه لا يوجد هناك أي إصابات بشرية أو حالات وفيات في هذه المحطة نظر أن هناك بروتوكول كبير تعمل عليه شركة أرامكو في حال حدوث مثل هذه الحوادث يتم التعامل معها وفقاليات محددة جدا لذلك ليس هناك أي إصابات أو حتى وفيات في هذه المحطة ترجمة نانسي قنقر